هقولك على الثلاث حاجات يقللوا من أنصتك ثلاث حاجات ممكن توصلي لمرحلة أن أنت تفقدي أنصتك بسببهم ثلاث حاجات لو أنت بتعمليهم حاولي جدا أن أنت تبعدي عنهم أول حاجة أن أنت يكون صوتك عالي باستمرار ثاني حاجة العصبية الزيادة أو العصبية بالاستمرار وعلى طول بتزعقي وعلى طول متعصبة وعلى طول متضايقة ثالث حاجة ودي أهم حاجة أن أنت تعملي مهام مش بتاعتك خلي بالك دي اهم حاجة ان انت تعملي مهام مش بتاعتك ربنا خلقك ست خليك ست اعملي الوظائف اللي ربنا خلقك عشانها وظيفك كست بس ما تعمليش شغل الراجل ما تقوليش اصلا انا مضطر اعمل كده كل واحد ربنا خلقه ولو وظيفته خليك انت في وظيفتك كست وهتمي بنفسك وهتمي بالوظيفة اللي ربنا خلقك عشانها وخلي وظيف الراجل للراجل خلي وظيف الراجل هو اللي يعملها ما تشيليش من عليه لان انت لما هتشيلي من عليه هو هيبقى فاضي وهو هيبقى بيدور على حاجات تانية لا ادي وظيف الراجل للراجل خليه هو اللي يروح وهو اللي يجري وهو اللي يعمل مشاوير انت اعملي وظيفك وبس هتوصلي وهتقدري ان انت طول الوقت تحافظي على انصتي